المزاعم بأن إسرائيل تبدي مرونة للتوصل لاتفاق تبادل أسرى مع حماس في إطار وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ينفيها تصريح نتنياهو بأن جيشه سيشن هجوما بريا على رفح سواء باتفاق لتبادل المحتجزين أو بدونه نتنياهو قال إن فكرة توقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة وتعهد بدخول رفح والقضاء على جميع كتائب حماس هناك مشيرا إلى أن عملية إخلاء السكان في رفح قد بدأت بالفعل استعدادا للعملية العسكرية التي ستنفذ قريبا ويؤكد أن فرص الصفقة ضئيلة للغاية التقيت اليوم بعائلات جنود قتلى وعائلات محتجزين وأبلغتهم أننا سنواصل الحرب حتى تحقيق أهدافها وسنقوم بإخلاء المدنيين من رفح ونركز على قتال الإرهابيين سندخل إلى رفح لأنه لا يوجد لنا سبيل آخر وسنقضي على كتائب حماس في رفح وسنحقق أهداف الحرب وسنعيد المحتجزين كافة نيتنياهو اجتمع بوزير الأمن القومي المتطرف إتمار بنجفير الذي خرج ليعلن أنه حذر من مغبة عدم اجتياح رفح وإنهاء الحرب ويؤكد أن رئيس الحكومة تعهد بدخول رفح وعدم القبول بصفقة وصفها بالسيئة ليخرج بعدها الجناح الآخر للتطرف وزير المالية بيتسل إيلس موتريتش بتهديد يشير إلى أن الموافقة على صفقة التبادل تعتبر تلويحا بالعلم الأبيض وانتصارا لحماس متحديا بأن الضغوط العالمية بوقف الحرب لن تجدي تصريحات جناحي التطرف في حكومة الاحتلال دعت زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد لأن يعلن أن إسرائيل أصبحت رهينة لمتطرفين عديمي المسؤولية ووصف ما قاله بنجفير بأنه إعلان للعالم والمنطقة أن نيتنياهو ضعيف يعمل لصالحه كما علق عضو مجلس الحرب الوزير جادي أيزنكوت الذي يؤيد صفقة التبادل بأن الابتزاز بالتهديدات السياسية التي يمارسها بنجفير وسموتريتش ظاهرة خطيرة تمس بأمن إسرائيل القومي وفي ظل ما تردد حول سحب فرق من الجيش من غزة وإعلان جنود وضباط احتياط رفضهم مواصلة القتال يعلن جيش الاحتلال استعداد الفرقتين الثامنة والتسعين والمئة واثنتين وستين للمراحل القادمة من الحرب وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي أن تل أبيب ستتخذ قرارها خلال مدة أقصاها إثنتان وسبعون ساعة بشأن العملية في مدينة رفح معتبرين أن الفيصل في القرار المنتظر هو رد حماس على المقترح المصري بشأن صفقة التبادل تصعيد حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف الضغوط عليه لرفض مقترح التهدئة في غزة وتهديدهم بالانسحاب من الحكومة إذا تراجع عن اجتياح رفح وانصياع نتنياهو لمطلبهم يجعل منهم أصحاب القرار الأول والأخير ويجعل من أي مفاوضات يعقدها أي طرف مع دولة الاحتلال مضيعة للوقت